موسيقى اهلا بكم في اليوم الدولي لضحاياه ملف الاختفاء القسري والمفقودين في العراق يشغل حيزا كبيرا من ساحة المناقشات بنسبة تراوحت بين 250 ألفا ومليون شخص أسر تعيش في جحيم التجاهل والنسيان نزاعات وإشكالات اجتماعية وقانونية وشرعية ثلاثة مراحل مرت على العراق غيبت خلالها الآلاف الأولى ابتدأت منذ بدء حكم النظام البائد والثانية كانت في مرحلة سيطرة الأمريكان والثالثة بعد اجتياح عصابات داعش الإرهابية وأخيرا وبعد صمت الحكومات أقرت حكومة السوداني قانون مكافحة الاختفاء القصري وأحالته إلى البرلمان لكن الأخير لم يصوت عليه لغاية الآن بسبب الاعتراضات والانتقادات وافتقاره للآليات والإجراءات بحسب ممثلي الشعب ثمانية اتفاقات دولية وخطط ستراتيجية وما زال الملف دون حلول تذكر كواقع الخروقات التركية في شمال العراق الذي امتد ليصل إلى كركوك والصمت الحكومي هو الحاضر الوحيد وسط غياب المواقف فهل بات الاجتياح مشروع في ظل هذه المطيات؟ أهلا بكم إلى التفاصيل اشتركوا في القناة 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 اجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام اذا ملفنا الاول سيكون عن واقع التغييب القسري في العراق بالتزامن مع اليوم الدولي لضحاياه محور حديثنا بهذا الملف سيكون مع الخبير القانوني الأستاذ فيصل ريكان مرحبا بحضرتك أستاذ فيصل وأيضا ينضم معنا عبر سكايب عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق الأستاذ أنس العزاوي مرحبا بحضرتك أستاذ أنس إذن الشباب تعودون الاتصال بأستاذ أنس أستاذ فيصل أبدأ مع جنابك مشروع قانون في 2019 وآخر صوت على مجلس الوزراء في العام الماضي لكن دون تصويت من قبل ممثلية الشعب لغاية الآن برأيك ليش بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الرحيم لحضرتك وضيفك الكريم أستاذ أنس ولمشاهدي قناتكم العزيزة طبعا بالتأكيد مثل ما قلت حضرتك في المقدمة أنه البلد مر بمراحل متعددة ساعدت على التغييب قسري يعني وخصوصا للشباب أيام النظام السابق ونحن نذكر كل الزين أنه كانت هناك حملات تهجير خارج العراق يعني وضعوا عوائل على الحدود العراقية الإيرانية هذه واحدة من الشغلات أغيب الكثير من الشباب الذين كانوا متحقين بالخدمة العسكرية في ذلك الوقت أبان الحرب العراقية مع جارة إيران وكانت هناك يعني كثير من الشباب لحد الآن حوائلهم غيرهم لا تعرف مصيرهم نعم المرحلة الثانية بالتأكيد عند دخوله الأمريكان أيضاً وغياب بعد أن تمت حل الجيش العراقي وغياب الأمن في كثير من مناطق البلد أيضاً كان هناك عملية تغييب كثير من الشباب حقيقة كثير من العوائل أيضاً هنا المرحلة الثالثة مرحلة داعش الداعش طبعاً بالتأكيد احتل جزء كبير من العراق إصابة داعش احتلت جزء كبير من العراق وفرضت سيطرتها على كثير من المناطق ووضعت شروطها القاسية على المواطنين وعلى سكان المناطق اللي احتلوها وإيضاً كانت هناك حملة للتهجير والقتل ومعروفة هذه المسألة من أكثر هذه المراحل شهدت تغييب قصر برأيك؟ شوف أستاذ محمد أكو مسألة مهمة أيضاً يجب أن نتطرق لها في مرحلة من المراحل كانت هناك هبة للشباب لمغادرة العراق كانت فد رغبة للشباب للذهاب للعمل في أوروبا ما عرفوا ما قدروا شون صارت هاي الشغلة يعني من نروج لها وشون صارت وبعدين هي مو بس على العراق الحق امتدت على كل الوطن العربي الشاب كان يصور أنه مني راح يسافر إلى أوروبا راح يلقي هناك الحياة الرغيدة ويلقي الورود باستقباله والحسناوات باستقباله إلى آخره والحياة اللي راح تتغير يعني راح كثير من الشباب وفعلاً يعني كانت هناك ضحايا هذه تندرج بخانة التغييب؟ بالتأكيد لأنه هذه المجامع الكثيرة كانت تتنقل بواسطة يخوت أو مراكب ما كانوا مجبرين على المغادرة والحجرة؟ ما مجبرين لكن عوائلهم فقدتهم يعني أيضاً هذا ممكن أن نسمي تغييب يعني تغييب لم يكن تغييب قسري تغييب طوعي هذا اختياري نعم تغييب طوعي لكن أيضاً أخذت كثير من الأعداد كبيرة من المواطنين الحقيقة اللي ما رجعوا ما نعرف مصيرهم وين حقيقة يعني المرحلة الأكثر كانت مرحلة داعش حقيقة يعني لأنه داعش احتلت جزء كبير من أراضي البلاد ووضعت أحكام قسرية ومحاكم يسموها المحاكم الشرعية اللي كانت تحكم بشكل اعتباطي بدون قانون بدون مراجع مراجع قانونية ممكن أن تكون هي الحد الفاصل مع المتهم أو المذنب خلي نقول نسميه وكانوا يقتلون بالعشرات أحياناً بالمئات استاذ فيصل ما جوابتني على موضوع التسويف داخل مجلس النواب أرجع لك بعد أن أنتقل إلى استاذ أنس استاذ أنس جدد الترحيب بحضرتك وأسألك ما هو واقع التغييب القسري بالعراق وهل هناك إحصائيات لعدد المغيبين حتى الآن سأل خير عليك وعلي جميع مشاهدي قناة الأيام وأيضاً التحية موصولة للزمين الخبير القانوني وأعتذر لي أن واقع الكهرباء بالعراق تعرف بها فيجزء من المشكلة أكيد موضوع التغييب والإخفاء القسري من المواضيع المهمة من الملفات الإنسانية والوطنية والأخلاقية الملزمة للحكومات العراقية التقارير الدولية سواء كان لجنة الدولية للصريب الأحمر أو منظمة العفو الدولية أو الهومار رايد سواج تشير إلى أنه وحتى التقارير الأممية اللجنة المعنية بالإختفاء القسري تشير إلى أن العراق مر بموجات للاختفاء والتغييب القسري لتراوح عدد الذين سجلوا ضمن هذا الوصف ما يقارب من 150 ألف إلى مليون الشخص وهناك مراحل مرت فعلياً قانون المحكمة الجنائية العلية لسنة 2005 يشير أو حدد فعلياً جريمة الإخفاء القسري باعتبارها إحدى الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم محددها من تاريخ 17 تموز 68 وصولاً إلى 9 أربعة 2003 لكن فعلياً هناك عمليات أو بعض الجرائم التي ينطبق عليها وصف الإخفاء القسري من 2003 إلى 2014 ومن 2014 إلى مراحل التحرير وما بعدها وأيضاً ثورة تشرين أيضاً شهدت بعض عمليات الإخفاء القسري والمفاجئة أن البيان الصحفي الذي صدر من اللجنة الدولية للصريم الأحمر بعثة العراق اليوم أشار إلى تلقيهم بلاغات في 2023 وصلت إلى 1500 إدعاء بالإخفاء القسري وهم قاموا بإجراءات أستاذ أنس هذه الإحصائيات التي ذكرتها من عام 2003 فما فوق إذا نرجع قبل عام 2003 أكو إحصائيات؟ لا فعلياً لم يكن هناك أي بنج معلومات لهذه الإحصائيات لكن هذه الإحصائيات معتمدة على الطلبات أو الاتعاءات التي وصلت إلى اللجنة الدولية للصريم الأحمر أو ما بعدها لللجنة الأممية المعنية لحالات الاقتفاء القسري والكلام يعني لا توجد إحصائية رسمية حكومية حتى نتحدث بها يعني جنابك تعرف أن أغلب الإحصائيات الدولية قد يكون يعني يجانبها الصواب بما يقارب 65% لكن فعلياً ملزمين باعتمادها باعتبار أنه لحد الآن ليس لدينا قاعدة بيانات وطنية من الممكن أن نحدد الأعداد نعم خلال فترتنا السابقة في المقوضية العليا لحقوق الإنسان من 2017 حتى الربع الأخير من 2021 كانت هناك لدينا قاعدة معلومات وإحصاءات جمعناها خلال فترة عملنا لمدة خمس سنوات لكن هذه فعلياً يعني تبقى في خانة الادعاءات إلى حين إثباتها من قبل القضاء العراقي وهذه إشكالية كبرى وبالتالي نحن لازلنا كدولة عراقية وكحكومة عراقية أسرى الإحصائيات الدولية التي تنشر وآخرها الإحصائية الصادمة للجنة الدولية للصليب الأحمر من كانون الثاني 2024 وإلى نهاية حزيران 2021-2024 تلقت اللجنة الدولية ما يقارب الـ 618 بلاغ وأجابت أو وصلت إلى نتيجة ما يقارب الـ 208 حالة وبالتالي هذا مؤشر خطير بالنسبة لنا كناشطين ومهتمين لحقوق الإنسان وأيضاً للمجتمع الدولي أن هذه الجريمة مع غياب قانون يجرمها ويمنع المرتكبيها من الفلاك بالعقاب أن هذه الجريمة لا زالت مستمرة وبإحصائيات صادمة ومع الأسف لا زال هناك صمت حكومي لا يمكن تفسيره لحد هذه اللحظة أستاذ أنس هل جنابك سأل نعم أذى تسمح لي هل هناك مغيبين قسرياً في سجون عراقية حتى اليوم هذا سؤال جداً مهم وهذا سؤال يصب في تعريف مفهوم الاختفاء القسري أو الاخفاء القسري كما أسمته حكومة السيد السوداني وقانون الاخفاء القسري الذي صادقت عليه ورسلته إلى مجلس النواب بانتظار التشريع تعريف يعني هو جزء الأهم في موضوعة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أن الحكومات تعترف فعلياً أن هناك تعترف فعلياً بجريمة الاختفاء القسري وضرورة مكافحتها والحد منها ومنع حصولها دون القبول بأي سبب من الأسباب سواء كان حالة حرب عدم استقرار سياسي عدم معرفة وغيرها وبالتالي قد يكون أو قد تنطبق صفة الاختفاء القسري على بعض المغيبين في السجون وهذه مشكلة كبيرة كون التعريف الخاص بجريمة الاختفاء القسري هو الاعتقال أو الاحتجاز أو التوقيف من قبل جهات حكومية أو جهات تعمل تحت مضلة الحكومة أو بعلمها وبالتالي يتم حرمان الشخص المتعرض لهذه الجريمة من حقه في الحياة أستاذ أنا شنو طرق التغييب في السجون شنو طرق التغييب في السجون حسب ادعاءات الأهالي وحسب متابعاتكم يعني هل هناك مثلا سجون سرية أم ربما بطريقة وأخرى من خلال تعذيب وغيرها يغيبون يعني هذه بعض الادعاءات بالنسبة لذوي الضحايا أنه نعم هناك سجون سرية أو فعليا تم اعتقال أو احتجاز أو أسر ذويهم من قبل جهات حكومية ومن ثم لم يتم الاستدلال عنهم ولم يعرف مصيرهم ولم يبلغون ولم يستطيعوا حتى توكيل محامين للوصول إلى مصير هؤلاء وبالتالي من الممكن أن يكونوا في السجون ومن يمكن أن يكونوا قد يعني مثلا تعرضوا إلى الوفاء أو لأسباب عدة من ضمنها التعذيب وبالتالي هذه الحقاق تعرض الحكومة العراقية للمسائلة الدولية وتعرض جميع المرتكبين لهذه الجريمة إلى المسائلة الدولية كونها هذه من الجرام الدولية جرام ضد الإنسانية تعتبرها التي لا تسقط بالتقادم وبالتالي لذلك هناك الحاح ودعوة مستمرة من قبل المجتمع الدولي للحكومات العراقية المتعاقبة لتشريع قانون وطني لتجريم هذه الجريمة وبالتالي منع الفلاة العقاب أو منع حدوثها في العراق وهذا ما عملت عليه وهذا ما عملت عليه الحكومة الحالية بانتظار التشريع إن شاء الله إذا تسمح لي أستاذ أنس أستاذ فيصل أسألك أكو عدنا شيء حسب أنه قربك كقانوني وأكيد الكثير من الحالات التي تجيك أكو من غيبة قصريا داخل السجون وشنو طرق التغييب القصري في السجون العراقية لا هو الحقيقة يعني قبل ما أجواب على سؤالك إحنا بانتظار تشريع هذا القانون إن شاء الله يشرع ما دام الحكومة قدمت مشروعها إلى مجلس النواة فسيشرع يعني بالتأكيد قد تجري عليه بعض التعديلات لكن هو سيشرع هذا أجيه ناقشة كبيرة واللي أشياء ترضى وبعدما عدنا بالدستور العراقي الحقيقة أكثر من مادة تمنع التغييب القصري نعم لم تتحدث بشكل مباشر لكن هي كانت صمام الأمان يعني لإعطاء الإنسان أو المواطن الحريته ولممارسة حياته بشكل طبيعي ومنع تغييبه أو حصول التغيير أو تغييب القصري عليه هذا بالنسبة للدستور بالنسبة للقوانين العراقية قانون العقوبات العراقي في أكثر من مادة منع حتى التوقيف بدون يعني توقيف الإنسان أو إلقاء القبض عليه بدون مذكرات قبض رسميا من القبضاء العراقي وعرضت من يتجاوز على هذه المواد بعقوبات السجن تبدأ من سنة وتصل إلى سبع سنوات حقيقة يعني كل الموجودين بالسجون العراقية الآن كلهم صادرة بحقهم مذكرات قبض يفترض أن تكون هذه الحالة يفترض أنا أسألك اليوم أنت كقانوني ما جايك أحد أنه عائلة آلاف العوائل يقولك إحنا أبنانا مغيبين ما نعرف مصيرهم حتى اللحظة وصال سنوات نعم وهو هذا السؤال السؤال المهم العائلة يفترض أن تفهم أذنها وين راح يعني من الذي ألقي القبض عليها أو من الذي غيبه خلنا نسميها خلنا نطيها للتسمية الجهة حكومية اقتادت إلى إلى مقر حكومي يعني عصابة محينة إجدت أخذت داعش جهة من عصابات داعش اقتادتها إلى ماكن غير معروفة هذه الحقيقة الإجابة عليها صعبة يعني إحنا صارت كثير من الحالات وكثير من الحوائل اشتكت وكان يعني كان موضوعهم أمام القضاء حقيقة يعني متابع من قبل القضاء لكن الوصول إلى الحقيقة والوصول إلى المنفذين للعملية أو المجرمين الذين قاموا بعملية التغييب صعب جدا يعني بالتأكيد مثل ما قال الأستاذ أنس أنه هذه جريمة دولية وجريمة قد تكون بمستوى جرائم الجرائم الإنسانية الحقيقة أكو حالات تغييب حصلت بالسجون من جراء التعذيب للمتهمين وشون يتعامل معها القانون العراقي القانون العراقي يعني قانون العقوبات العراقي قانون القوانين الأخرى الجزائية بالعراق هناك قاعدة قانونية قاعدة فرقية قانونية حتى ومنصوصة عليها طبعا تقول أنه لا يعتد يعني لا يعتد بالاعترافات التي تأخذ من المتهم بالإكرار سواء كان عن طريق التعذيب الجسدي التعذيب المعنوي أساليب أخرى هذه لا يعتد بها أمام القاهرة بس من غير الاعترافات أكو ناس ماتت تحت التعذيب بالسجون العراقي طبعا يفترض أنه تكشف هذه الحالات وقد تكون هنا يعني بصراحة نتحدث أيضا داخل السجون العراقي عندما تصل هذه المسائل إلى القضاء العراقي القضاء لن يسكت عنها حقيقة يعني يحتج الشخص أو يلقى القبض عليه دون أن يصل إلى الجزاء أعتقد للقضاء للقضاء هذه جريمة أخرى يعني بالإضافة إلى جريمة التعذيب أو الوصول إلى مسائل محينة قد تكون جريمة مضاعفة هذه يتحملها من قام بعملية الإلقاء القبض بدون مذكرة رسمية وبدون مذكرة قضائية وبالتالي إجراء عملية التعذيب عليها من أجل انتزاع اعترافات من عند هذه جريمة أخرى خلينا نرجع للقانون أستاذ فيصل مجلس الوزراء صوت على القانون ووصل إلى مجلس النواب يصوت عليه في حال تم إضافة أو تعديل بعض الفقرات فيه شنو أبرز الفقرات التي تحتاج تعديل برأيك وليش هذه المماطلة والتسويف من 2019 إلى الآن هو شوك أنا نتحدث عن سلة القوانين المعطلة في مجلس النواب فقد تصل إلى 150 على أكثر من 150 مشروع قانون معطل في مجلس النواب الحقيقة مر مجلس النواب بمراحل عديدة لم يعني صارت كثير من الحوادث عطلت إجراءات يعني التشريع في مجلس النواب منها مثلا غياب رئيس مجلس النواب والرجل التي وثيرت حوله وبالتأكيد يعني هذا الموضوع أعطيت الصلاحيات كاملة لنائب رئيس مجلس النواب ويقوم بواجباته على أكمل وجه لكن للأسف الشديد كان هناك تعطيل لكثير من المشاريع مشاريع القوانين ومنها قانون العفو العام مثلا الذي كان متفق أن يصدر قبل أكثر من سنة وسنة ونص أيضا كان هناك اعتراض على كثير من المواد التي دخلت في هذا القانون أعتقد أنه مجلس النواب يجب أن يأخذ دوره الآن بالمرحلة القادمة وهي مدة أصبحت قصيرة جدا أمام مجلس النواب يجب أن يذهب إلى تشريع كثير من القوانين المهمة ومنها هذا القانون قانون مكافحة التغييف القسري الذي قد يكون نافعا أمام الأجهزة الأمنية ونافعا أمام القضاء من أجل الوصول إلى كثير من الأشخاص أستاذ أنا سأعود لحضرتك شون تشوف اليوم موجه الحكومة الحالية للمضي باتجاه التصويت أو تشريع قانون تجريم التغييف القسري فقط لا سبحت تصويت صغير قبل ما أجاوبك على هذا السؤال تعقيبا على كلام السيد الخبير القانوني هي الإشكالية عندنا وانتكب كذلك كررت أكثر مرة أن تغييف في السجون العراقية ودائرة الإصلاح العراقي تعمل في قانون رعاية النزلاء والمدعين من سنة 2018 وبالتالي هؤلاء فعليا هم في ذمة وزارة العدل من الصعب أن نتكلم عن جرام أخفاء قسري داخل دارة الإصلاح العراقية أو مؤسسات وزارة العدل وين تصير هذه الحالة فعليا هذه الحالة تصير لتعدد السلطات سلطات الفاذ القانون الذين منحوا صلاحية الاحتجاز والتوقيف والاعتقال وبعضها تمنتع بهذه الصلاحيات استثنائيا وليس لديها الحق في تشكيل مواقف أو سجون وهذا ما يأخذه المجتمع الدولي بين قوسيا على أنها سجون سرية كونها غير معرفة لدى وزارة العدل من اللي عندها هذه الصلاحيات وكذلك وزارة وزارة الداخلية بطبيعة الحال فبالتالي مثل هذه الحالات تشكل الخرق للدستور العراقي كما تفضل السيادة الخبيرة من أي جهة لمونحة هذه الصلاحيات استاذ أنس لموضوعات الاعتقال دون مذكرة قبض أو الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة دون السماح للمحامين أو أعطاء معلومات لذوي المعتقل أو المحتجز باعتقاله أو مكان أو مكان تواجده أو حتى في موضوع أنتهاك أحكام المادة 27 من الدستور هي الخاصة بالتعذيب وأخذ الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب النفسي والجسدي وإلى ما ذلك وبالتالي هذه إشكالية يجب أن تحل يجب أن تحل وبالتالي كثير من هذه الحالات التي ليس لدينا إجابة استاذ فيصل يقول القانون والقانون العراقي لا يسمح لأي جهة باعتقال أي شخص دون مذكرة خضائية أي جهة التي تم استثناءها من هذا الأمر التي تتحدث عنها حذرتك لا هي مستثناءها وإنما منحت لها صلاحيات تعدد الجهاد لا بس اسمح لي المقصود أنه تعدد الجهاد المعنية بالتوقيف والاعتقال واعتجاز ضيع وحدة الموضوع أسف نعم هناك أجزة أمنية متعددة حال نحن كل دول العالم لكن هناك قاعدة معلومات مركزية فيما يتعلق بالموقوفين والمعتقالين والمحتجزين يعني سوزارة الداخلية مثلا يومية جرائم مثلا مشاجرة توقيف غير غير يدخل للمركز الشرطة يطون علم إلى غرفة العمليات في وزارة الداخلية وبالتالي يعني أصبح مال مثل ما يقولون يعني أصبح أنه هذا الشخص معرف في فلان ساعة فلان توقيت تم توقيفه في مركز فلان مركز شرطة من قبل قاضي الصباحي أو قاضي الخفر لفلان مادة قانونية ومن ثم تبدأ لإجراءات الرسمية ويعرض على القاضي ويسمح للمحامين للوصول أو حتى يسمح لذوي أيضا بمراجعته لكن هناك بعض الجهات ما عدا هاي القاعد ما عدا هاي الإجراءات فهنا نصارت هنا نصارت الإشكالية اللي نتكلم عليها فيما يتعلم رصدت ورصدت أكو حالات بالفعل الآن لمعتقلين في السجون على سبيل المثال أطيق على سبيل المثال في 2019 مثلا شكلت لجنة الأمر الديواني 29 صح؟ نعم مو صحيح؟ صحيح في حكومة الأستاذ مصطفى الكاظمي الرئيس الوزراء السابق وبالتالي كثير من الاعتقالات التي جرت كانت قبل صدور مذكرات الاعتقال وفي بعضهم تم توقيفهم أو يعني اعتقالهم من بيوتهم دون أن تكون هناك مذكرة قبض ودون أن يعلم أهل المعتقل بالجهة التي تم اعتقاله إلا بعد شهر أو غيره يالله يطون معلومة أو نجدة الأهل وبالتالي هذه الحالة مثل هكذا حالات ينطبق عليها وصف الاختفاء القسري كونها جهة حكومية أو جهة تعمل بموافقة الحكومة أو تحت مظلة الحكومة وبالتالي يعني ينتج عنها حرمان الفرد من حق أستاذ أنس رصدت حق بالحرية وغيرها رصدت حالات لمعتقلين محتجزين رصدت حالات لمعتقلين متهمين محتجزين في السجون وذويهم ما يعلمون أو معدهم خبر أنه أبنوا لمدة سنوات يعني كانت مثل هكذا حالات بعد وصول ادعاءات من بعض الأهالي بخصوص أبنهم وجدنا وجدنا فعليا وجود هكذا حالات لكن هذه الحالات كانت بسبب إشكالية تحريك القطاعات وانتقال القطاعات من منطقة لمنطقة خاصة في أثناء عمليات أستاذ أنس دهمنا الوقت بسؤال أخير إذا تسمح أختلفت جهات الإيداع وصارت هنا للاختلاف هناك حالات لشباب ادعوا الخطف والتهديد عن طريق اختلاق قصص مفتعلة تعرف للحصول على اللجوء فيزا وأيضا في الدول الأخرى رصدتوا بالفعل كويش حالات يعني كانت هذه المفصلية فعليا تزامنت مع الثورة مع اتفاضة التشرين وما وما تلاها فعليا كثير من المنظمات الدولية بدأت تخاطب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في حينها في قضية أو في ملف قضية شخص ما يعتبر هو من الناشطين أو يعتبر من المشاركين بتشرين وبالتالي تعرض إلى التهديد تعرض إلى الملاحقة تعرض إلى التوقيف أو التغييب والاختطاف وأجبر على مغادرة العراق هكذا حالات كانت موجودة فعليا والتقارير المفوضية خلال تلك الفترة أشرت فعليا بس أكل الكثير من القصص المفتعلة اللي اختلقوها شباب اللي هاجرة يعني هذه القصص المفتعلة يعني كان يتطلب يعني بعضهم استفادوا منها فعليا لكن إذا ترجع الأوليات ليست جميعها فعليا مثبتة أو مسجلة لدى الأجهزة العراقية أو حتى المؤسسات الوطنية نعم عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق الأستاذ أنس العزاوي أشكرك جزيل الشكر والخبير القانوني الأستاذ فيصل ريكان شكرا جزيلا لك شكرا شكرا إذن مشاهدينا ختام بلافتنا الأول بأبرز ما جاء في منصة X حول اليوم الدولي للتغييب القصري نتابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاهدينا ملفنا الثاني سيكون عن حادثة إسقاط مسيرة تركية في محافظة كاركوك والتمادي التركي المستمر في شمال العراق محور حديثنا في هذا الملف سيكون مع الخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني مرحبا بحضرتك أهلا بجنابك وعبر سكايب المحل الأسياسي من تركيا الأستاذ جواد إسلامي مرحبا بحضرتك مرحبا ولي ضيفك ولمشاهدة أهلا بجنابك أستاذ عدنان أبدأ مع حضرتك شون اللي صار بحادثة الطائرة المسيرة في كاركوك بسم الله الرحمن الرحيم يعني الحقيقة لاحظنا بيانات متضاربة ومختلفة يعني الحديث كان يتحدث عن طائرة مجهولة البعض والبحث الآخر تحدث عن طائرة تركية قبل أن يتأكد أنه طائرة تركية وعض الآخر تحدث أنه أسقطت هذه الطائرة عن طريق المضادات الجوية العراقية والبحث الآخر قال سقطت الطائرة إذن لا نعرف لحد الآن هل سقطت أم أسقطت هالطائرة هي فعلا تركية مقاطع فيديو انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي جنود عراقيين بعلم التحليل الأمني كل هذا ما تأخذ بي ولا تعاول عليه إذا ما تأكد من الحقيقة المطلقة زين هناك أمور تدار داخل الدار الأمنية شكل وأمور تعلن على الملأ شكل آخر الذي يعلن يفترض أن يكون دقيق مئة بالمئة لا يقبل الشك أو الطعن لأنه بخلاف هذا ربما تكون هناك دعاوة قضاعية مشاكل سياسية مشاكل أمنية مشاكل دولية وهذا يعني يفترض أن نبعد عنه كثيرا وأيضا تأكدنا وثبتها باليقين أن هذه الطائرة هي طائرة استطلاع تركيا إذن معناته أن هناك وجود عناصر استطلاع عرضية أن هذه الطائرة هي استطلاع جو وهناك عناصر استطلاع عميق يعمل بالأرض معناته أن هناك عمليات عسكرية استخباراتية تركية على الأرض خصوصا أن هناك تصريحات وردت من البيت التركي ومن البرلمان التركي وأن يتحدث عن النوكاركوك المحافظة 82 والموصل المحافظة 83 معناته هناك نوايا عسكرية تركية لشتياع العدو هي وفق المعطيات الموجودة أي خرق يحصل في المحافظات الشمالية أصابع الاتهام مباشرة تتوجه إلى من لا بأعن كل من عدو قدام عينها وبالتالي من عندها أو من غيرها يرميها للعدو لا مؤكوناس يصطادون بالماء العكر بالتالي حتى يجيج الوضع يستهدف هناك عداث وبهذه المنطقة وفي أجل الموضوع ما راح نذهب هذا التجاه لأنها ليس صحيحة نتائج التحديقات والطائرة تم إسقاطها بالتالي راح أتحدث كالعاتي أنا مالي علاقة سالطائرة من تكون للتكون الطائرة قدمت عبر الحدود العراقية التركية المسافة بين حدود العراقية التركية وكاركوك أكثر من 300 كيلومتر أسقطت الطائرة في منطقة 90 نسموه حيسة كده نعم أو سقطت الطائرة في هذه المنطقة طيب الفترة من الحدود العراقية المسافة إلى كاركوك وين الرادارات الجوية كيف تكشف أن هناك خرق لسماء العراق ما حتصرح قال أكو خرق لسماء العراق هذا جانب الجانب الآخر معنات أنه الرادارات الموجودة يعني قيادة منطقة الشمالية للدفاع الجوي يعني معنية ببطع رادارات منتشرة ضمن حدود كاركوك ما تقدر تجاوزها إذن معناته أن هناك نقص في المنطقة الرادارية كاشف الأهداف المتجاوزة على سماء العراق وعلى حدود العراق وتحدثنا كثيرا وقلنا أن العراق خالب من منظومة للدفاع الجوي متكاملة وأنها تحدث متكاملة معناها شنو الدفاع الجوي ليس رادارات فقط الدفاع الجوي رادارات كاشفة صواريخ معالجة غرف سيطرة هذه المنظومة تشكل منظومة الدفاع الجوي سابقا قسم الدفاع الجوي على المحاوظات العراقية بأربع قواطع للدفاع الجوي قاطع في محافظة ديقار وكان في قاعدة المام وقاطع في بغداد وقاطع في محافظة كاركوك والقاخر في محافظة العنبار منطقة استاذ عدنان إذا الطائرة ثبتة أنه تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوي العراقية لماذا تم إسقاطها في كاركوك وهي مرت بمحافظتين أو ثلاث محافظات في قريم كردستان هنا نتحدث تقول أنه معناته أنه هناك خلل بمنظومة الدفاع الجوي العراقية وهذا الخلل واضح لأنه حتى ما أحد صرح قال أنه هناك خرق لسماء العراق الرادارات المفروض من نوزع أنه قاطع الدفاع الجوي العربعة أي خرق للحدود العراقية قبل ما يوصل الهدف لحدود العراق يكشف من قبل الرادارات وتصبح الأصلحة مهيئة للرد على هذا الهدف فقط غرف السيطرة تنتم معالجة أضغط زر معالجة تبدأ الصواريخ تأخذ اتجاه الريح ارتفاع الهدف نوع الهدف تتقاطع وتبعد له صواريخ حتى تعالج الهدف الآن ما موجودة هذه المنظومة خصوصا أنه هناك تعدد بالأهداف الجوية سابقا كان العراق يكشف فقط من طيران المقاتل ما حد يجرى أنه يبعى الصواريخ لأرض العراق وكان يردع يسمح والمسيارات ما كانت موجودة أصلا الآن الخروقات على السماء من المسيارات والصواريخ الباليستية مع الطيران المقاتل معناها لابد تتعدد الدفاعات الجوية تتعدد بما يتلائم مع الطيران العالي والطيران المتوسط والطيران الواطن وكل من كل هدف إلى نوع من السلاح اللي على الجو هذا قطع يفترض أن يتعامل الدفاع الجوي لحماية سماء إضافة إلى هذا هناك خطوط طول وعرض وضعت من قبل الجانب الأمريكي لا تستطيع لا قيادة الدفاع الجوي ولا القوة الجوية العراقية ولا الطيران المدني الطيران على هذه المناطق الحبراء التي حددها القوات الوكيب هم يخشون على قواعدهم أو ربما لديهم أهداف استراتيجية بأماكن معينة لذلك لا يصبحون للقوة الجوية العراقية وحتى للطيران السمتي أن يطير بهذه الأجواء جيد إذا تسمح لأنتقل إلى الأستاذ جواد أستاذ جواد أسألك تركيا تمادت كثيرا مؤخرا في شمال العراق واليوم وصلت إلى كركوك ما الذي يجيز لها ويشرع لها هذا التمادي وهل هناك اتفاق مع الحكومة العراقية بهذا الشأن تحية لك ولضيفكم الكريم ولمشاهدين الكرام هذه المشكلة دائما نراه بين العراق وتركيا مع الأسف الشديد كانت هناك تصريخات طبعا لبعض العسكريين العراقيين أنه نحن أسقطنا هذه المسيرة وغير ذلك الآن في داخل تركيا يقولون هناك نقص في الاستخبارات في التنسيق بين الاستخبارات العراقية العسكرية وبين الاستخبارات التركية طبعا يعني كان هناك كانت اتفاقات قوية جدا في الآغنة الأخيرة بين الحكومة العراقية والتركية حول هذا الموضع لكن لم تأتي لحد الآن تصريحات من الحكومة التركية بشكل سلبي مثلا أنه لماذا أسقط هذه طائرة مسيرة أولى مبدئيا هذه المسيرة تعود للجانب التركي نعم نعم هنا تصريحات كانت أن هذه المسيرة مسيرة تركية في الوقت الذي نريد أن يكون هناك طريق التنمية والشراكة العراقية تركية القوية في هذا الموضوع وفي الوقت الذي سمحت تركيا لدخول العراقيين بلا تأشيرة ولو جزء منهم إلى والعلاقات الاقتصادية صارت قوية جدا نحن أيضا هنا نستغرب لماذا تصير مثل هذه المشكلة يعني اتهامات دائما كانت من قبل الجانب العراقي حول قصف المواقع العراقية من قبل قوات العسكرية التركية في الأشهر الأخيرة لم نسمع شيئا من القصف لكن المسيرات هذه كانت للاستطلاع وليس لقصف وغير ذلك أولا استطلاع شنو أستاذ جواد هو اليوم السؤال المطروح ما الذي تفعله مسيرة تعود للجارة التركية داخل محافظة عراقية دون تنسيق ودون أي علم مع الجهات الأمنية المختصة طبعا بالنسبة إلى الاستخبارات بالنسبة إلى حزب العمال الكردستان الإرهابي وليس غير ذلك طبعا إذا لم يكن هناك تنسيق خطأ يرجع إلى القوات التركية وإلى الأنجاب أستاذ جواد برأيك الموضوع يقتصر على حزب اليوم نتحدث عن انتهاك سماء وحدود دولة مجاورة فهل يعني هذا العذر يسوق للجانب التركي بأن متى ما تشاء أن تطلق مسياراتها لتعيث في أي محافظة تشاء داخل العراق ليس هناك أي حجة وأي تبرير لمثل هذه يعني تحرك العسكري نعم إلا إذا كانت هناك حالة طارئة بالنسبة إلى حزب العمال الكردستاني فقط وليس غير ذلك هنا نقطة بين القوسين حتى الطارئة ما تحتاج تنسيق طبعا طبعا يعني كما قلت يعني تركيا تعودت أن تتحرك من جانب أوحدي بصراحة يعني نحن نرى أنه عندما يرون أي حكومة ضعيفة مثل سوريا والعراق تتحرك القوات التركية بلا تنسيق كانت هناك توقعات بعد الزيارات المتبادلة أن يكون هناك تنسيق لا توجد أي مشكلة أساسية بيننا وبين العراق إلا قضية حزب العمال الكردستاني بين القوسين أنه لا توجد أي طموحات بالنسبة لا إلى كاركوك ولا إلى موصل ولا إلى أي شبر من الأراضي العراقية لكن لا بد أن يكون هناك تحرك استخبارات بين الجانبين لا بد أن يكون هناك وفد قوي عراقي يأتون إلى تركيا ويقدمون شكاواهم وأن لا يكون مثل هذه التحركات وغير ذلك تحرك العراق وقدم الكثير من الاحتجاجات دوليا لكن دون نتائج برأيك ما هو الحل المناسب لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة داخل الأراضي العراقية يعني بصراحة يعني كانت هناك انتصارات عسكرية للقوات التركية بالنسبة إلى حزب العمال الكردستان الإرهابي إذا كانت هناك مشاكل إذا كان هناك قصف إلى مواقع المدنية كما يدعي الجانب العراقي أنا أقول بصراحة أن يأتون ويقدمون شكوى أخيرة وأن تكون هناك ورقة بيد الحكومة العراقية وهي ورقة اقتصادية أن يتحركون عبر الأوراق الاقتصادية وأنا أظن أنه لا توجد مشكلة غير قابلة للحال وعلى الحكومة التركية تتحرك بحسن نواياها وأن يقدم للعراقي وأن يثبت على أنها تحترم سيادة الحكومة العراقية خاصة هذه حكومة حكومة مقبولة جدا ونرى أنه رجل الشعبية في الجانب العراقي نعم جيد أستاذ جاد إذا أسمح ليعود لحضرتك أستاذ عدنان أستاذ جاد يقول الحكومة التركية تعودت يعني البيت بيتهم أنه شكت ما يردون يدخلون يطيرون مسيرة ليش لأنه الحكومة المقابلة ردها ضعيف ومغجل وتتعامل مع العراق وسوريا ببراحتها شنو لوصل العراق لهذه المرحلة يعني أولا تحياتي لضيفك كريم نحن مريض هنا ينجل الموضوع لكن نقول أنا كرجل أملت في الجانب الأمني لدينا وثائق ودلة حقيقية يعني في 2014 كانت تركيا تجعل أو جعلت من أراضيها ملاذات آمنة لتنظيم داعش ترهابي وأن دفعت كثير من عنصر هذا التنظيم إلى العمق العراقي والعبق السوري في أن واحد وعبثت بالأرض في الصادق هذا يعني جانب من الجوانب اللي نتحدث عنه نتارة الفوضى بالداخل العراقي أما موضوع أنه الحدود العراقية يعني غير مستقرة والوضع الداخلي العراقي غير مستقر هذا مؤذر حتى يسمع لتركيا بالتدخل بالعمق العراقي ولا أصبح العالم فوضى وبالتالي يفترض أن يكون هناك احترام لسيادة العراق ويفترض أن تكون تركيا عامل مساعد بحفظ الحدود العراقية التركية لاستقرار الأمن العراقي أما تجعل أراضيها معابر لداعش الارهابي وللبيكيكي بالأرض العراقية وتدعي أنه البيكيكي منظمة ومجرمة ومحرمة دوليا وعلى تركيا تتدخل بالعمق العراقي لكي تعالج البيكيكي طبعا نتحدث عن موضوع فرقة مدرعة دخل الآن البيكيكي يعتصمون أو يعتصمون بالمناطق الجبلية المنطقة أو الدروع شلها علاقة بالمناطق الجبلية فرقة مدرعة من 300 آلية ودبابة اشتاعت حدود العراق عناصر استخبارات مخابرات تعمل بعمق العراقي محطات مخابراتية مزروعة من قبل تركيا بالعمق العراقي عمليات تجنيد لعراقيون تقوم بها المخابرات طائرة استطلاعي تم إسخاطها في كاركو هذا أبسط شيء على أنه هناك دوائر استخباراتية تعمل على قراءة الجغرافية العسكرية العراقية أهوان أسألك طائرة مسيرة يتم إسخاطها في كاركو وكي يتحدثون عن حزب العمال في سليمانيا وسنجا وسنجا برأيك شنو التحركات أو الغايات التركية حتى اليوم نشوف الموضوع وصل لمسيرات في كاركو يعني أنت من تبعط طائرة اختصاصة تصوير ومراقبة وحتى ممكن أن تدخل بالمراقبة والتنصط وهي طائرة استطلاعية وتحول ممكن إلى قتالها في أنواحها معلاته أن هذه الطائرة هذه هناك دائرة معنية بمتابعة أهداف التي ممكن أن تحدث هذا الطائرة وبالتالي هذه الطائرة تقوم بوضع أهداف لأهداف معينة وترسلها للدوار الاستخباراتية تحت ما يسمى الجمع والتحليل حتى يخرجون بخلاص استخباراتها معلاته أن هناك عمل استخباراتي وفريق من الاستخبارات يقف خلف هذه الطائرة يعني أنه فقط طائرة جتي وهناك دائرة متكاملة تقف خلف هذه الطائرة تحلل كل لقطة تبعثها هذا الطائرة وهذا يجعلنا أنه نقول أنه هناك عمل استخباراتي من خلال الجو إضافة إلى هذا ما رصدتنا جزء الأمين على أنه هناك تحركات لعناصر مقابرات تركيا مع عناصر استخبارات وستطلاع عميق بالعمق العراقي هذا أيضا يجعلنا خطر كبير على أنه هناك ربما نوايا تركيا للتواغل بالأعراض العراقية أو ربما أحداث ثغرات عمية أو ربما إضافة إلى هذا أن هذا الجزء الذي يجعلنا نعتقد أنه هناك ربما نوايا سيئة هناك البعض يقول أنه هناك عملية تدريب تجري لعناصر عراقيين في سيليكان من قبل مخابرات تركيا أستاذ عدنان سيد جواد أسألك الحكومة التركية تسعى لإنهاء ملف البككة عن طريق اشتياح العراق لو بالاتفاق مع العراق زين راح يبقى هذا الملف ذريع لاختراق السيادة والأعراف والقوانين الدولية لو شنو لا لازم يكون بالاتفاق مع الجانب العراقي وليس هناك اشتياح أو احتلال الأراضي العراقية أبدا هذه القضية إذا كانت هكذا كما قال ضيفكم سوف تكون فوضى لا يبقى الحكومة التركية أن تتحرك بهذا الشكل إذن ماذا تسمي دخول القوات التركية في الأراضي العراقية لأكثر من 90 كيلومتر ونشاهد اليوم ما شاء الله المسيرات تعيث في أي محافظة العراق يختلف عن سوريا تماما تركيا لا تحق لها أن تتحرك لون التنسيق وهناك علاقات متينة أنا أظن أنه ترجع القضية إلى موقف الحكومة العراقية إن كانت موقف متين الحكومة التركية سوف تتحرك كما يناسب العلاقة بين الجانبين نعم المحلل السياسي الأستاذ جواد إسلامي من تركيا أشكرك جزيل الشكر شكرا جزيلا لك والخبير الأمني الأستاذ عدمان الكناني شكرا جزيلا لحضرتك إذن مشاهدين ختام حصاد نبي موجز يلخص أبرز أخبار اليوم النزاهة تضبط مسؤولا بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار لقيامه بالابتزاز والرشوة العمليات المشتركة تعلن مقتلى 14 إرهابيا من بينهم قيادات بعصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار وكالة الاستخبارات تلقي القفضة على أربعة متهمين بقضايا الإرهاب في صلاح الدين وزارة الداخلية تنفي مداهمة أوكار أو أوكار دعارة ومكاتب تابعة إلى ضباط في بغداد الجديد جهاز الأمن الوطني يطيح بشخص يوهم المواطنين بتعيينهم على ملاكه في البصرة مشاهدين حصاد الليلة انتهى شكرا لكم اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة